كثيراً ما وثقت وسائل الإعلام أوضاع النازحين والعائدين إلى مناطقهم المنكوبة وكثيراً ما شاهدنا ووثقنا حياة سكان يعيشون بين الأنقاض وفوق الركام ووسط النفايات لكن ما لم يخطر ببال أحد أن تجد أناساً يعيشون بين جثث وأشلاء الموتى كهذه العائلة الموصلية هناك جثة وغادة جثة وغادة بيتك وعائلة كاملة ميتي وغادة جثة والعظام بالشوارع هنا مقبال العلا وجثة يعني مدهاشي خمس جثة خمس جثة مع هالا ستي هالا شالوم البيحة ذوكاً بس هالا ضرزة تونوني قصفت دارهم وفقدوا الكثير من أفراد العائلة كل ذلك كان خلال الحرب التي استعرت نيرانها في مناطقهم كانوا يأملون عيشاً رغيداً بعد الخلاص من داعش لكنهم صدموا بالإهمال الحكومي وتغفل الجهات المعنية عنهم ليجبروا على السكن فيما تبقى من دارهم المهدمة جيدوا قاعدوا بينهم بس أنا قاعدوا بينهم على الحال أنا عندي سبع أطفال زوجي حمال يعني ما عندنا كيش أن نعيش منه يعني حتى دفع إيجار ما ما تقدفع إيجار حتى إذا هون بالفرق ده جربت يقلي 125 يعني انجورت يجي تقعاته هوني لا جامات لا بواب برد وحاطين وقعدين مسلم الأمر من الله مرات النام مرات قعدين خاف لا حد فت علينا خاف لا أكلت فت علينا جثت كلتهم سلسلة بالكيعان يعني والله عظيم هاي طفلاي بالقرآن هاي صلتت يوم وجعاني أتخاف تطلع يعيش السكان العائدون إلى مناطقهم المحررة في الموصل القديمة أوضاعا كابوسية فغالبيتهم لا يجدون قوت يومهم بعد أن أفقدتهم الحرب كلما يملكون وحطم الإهمال والفساد أحلامهم وأمالهم التي رافقتهم طيلة فترة احتلال داعش للمدينة وتبخرت بعد التحرير ما أن تتجول في بقايا أزقة وأروقة الموصل القديمة تجد أمام عينيك ألف قصة وقصة تحكي ما مر على هذه المنطقة وسكانها وما آلت إليه أوضاع الناجين من محرقة الحرب والقابعين تحت وطأة الفقر والتشرد لقناة الفلوجة محمد سالم الموصل